صباحكم سعيد اليوم نتكلم عن الماكينة مثلا عندما تركب الإبرة دائما كان الخوية هنا طويلة هذه طويلة هي دائما 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 العين دائما ترى هكذا طويلة لا يوجد دورها هنا دائما تكون هكذا و تركبها هكذا هذه هي بين العين ندخل و ندخل الخيط من هنا و نخرجه إلى داخل الماكينة من هنا الخيط و نخرجه إلى داخل الماكينة و ندخل الخيط من هنا و ندخل الخيط و ندخل و ندخل و ندخل دائما و ندخل و نصدها بهذا وهذا طورنيو فس ركبنا مثلا ولكن ولكن تقطع الخيط لما كان نظم الخيط ومدون خيطه تقطع هدا علاش علاش كي تقطع شن السبب؟ غير إما تنسيون هادي هنا واحد تنسيون هادي إما هنا مزيّر أو لها تنسيون مزيّرة هنا مزيّرة الرخفة شوية أو لا يقدر الإبرة تكون عندنا محرمة أي هدا الرص ديالها بحلا دار هاكدا بحلا دار شو يهكا ولا ماشي راس بوانتو ما بقاش راس هكا بحلا دار هكاية تعوج من خلال الخدماء وذلك الشي او لشي حاجة هنا الداخل تعوج لنا الخيط إذا إلا تعوج لنا الخيط راه الإبرة كي تقطع أو لكان تنسيون هنا كي يقطع وبالنسبة كذلك تقدر يكون عندنا الخيط كي يقطع ماشي من الإبرة من هاد الكنت من هاد الكنت لما كان ديرو هكدا الخيط هكدا ونخدمو يقدر من الكنت كي تقطع الخيط إذا إلا كان كي تقطعنا الخيط خصنا الرخفو شوية تقدر من الكنت هكدا رخفو الكنت وغالي يبني بأن هذا كيمشي هكدا ماشي مزيّر كيمشي هكدا سهولة كيدوز هاد الكنت اللي قدر هنا الاسفل اسفل في بعض الأحيان بعض الأحيان كتكون مركبين ليبرا وكل شي كل شي على ما يرم ولكن كنلقو هكدا الخيطة غادي هكدا شوي مناقزة غادي هكدا الخياطة غادي هكدا شوي مناقزة شوي غادي هكدا وشوي غادي هكدا همتي إذا هذي الخص الخياطة تفرض قد بقد إذا ه ما هو المشكل إبراه زياد ميشي في موضع ديالها ندىرات الشكلة نحله ونشوفوا الإبراه بين خصتكم فينا الموضع اللي خصتكم ونستطيع حتماع بجرد تصلي هذا الشكل لا يمكنك تدرفي لذلك الفنزل يمكنك تتخير نملك كلام ونضع التوب غلايد نخيطه كذا مهم جوج لا جوج أو لا سفيفة غلايدة ونضع توب غلايد سببات لا يقدم لها نحل هذا الشوية نحل هذا الشوية ولكن سببات يقدر يطلع ويطلع لما ندير السفيفة سببات يطلع لها شوية سببات يطلع لها شوية سببات يطلع لها شوية أما إذا كان لدي التوب عادي لا نجعل هذه المحلولة كثيرا نرجعها في الأول يتعلم ترصان من المفتل هادا اللي كيتحل هاكده وندفع جيهتي آنا الجيهة ديالي آنا هادا اللي كي ندفع جيهتي آنا وكيتحل هذا كيتسمى المفتل أما بالنسبة اللي كان ندفع جيهتي آنا وكيتسد هاكده كيتسمى ترصان إذا بالنسبة للمفتل والترصان الإبرة ما كتكونش في نفس الموضع المفتل دائما كندربوه على اليامين المفتل هذا مثلا المفتل كندربوه دائما على اليامين باش بيتحلش لأنه لمشي تدربتي على اللي صار غايتحل اتسميخ الدامة وغادي يبديا يتحل إذا دائما المفتل كندربوه للترصان بالنسبة للترصان بالنسبة للترصان بالنسبة للترصان هذا دائما الإبرة ستكون على اليسار باش الطرصان كي يكون هاكده في الجلاب هاكده في الجلاب كي يبقى هاكده مصعوب مقاد ماشي محلول إذا إلا بغيتندوز متلا تبالييها الإبرة تحمل الأمر على أمام صبات تم LETرها أنزه لنصل على أمام ونصل على العلال قنصة تطبيق يجب أن تضربوا هات الجيهة يجب أن تضربوا هات الجيهة تضربوا هات الجيهة يجب أن تضربوا هات الجيهة تضربوا هات الجيهة أما الخياطة العادية يجب أن تصوبها لبرا دائما في نفس المكان ستضربوا هات الجيهة